المترجم للقناة أستاذ ثائر يمكن لو حضرتك تبعت كان هناك بالأمس اللقاء الأول أو كلمة جو بايدن للشعب الأمريكي من خلال الكونجرس وكان هناك تفاعل كبير من أعضاء الكونجرس بشكل ملفت للنظر هناك اتحاد بين أعضاء الكونجرس على القرارات التي اتخذها بايدن بايدن كان صرح برضو أن روسيا أخطأت حسابتها أنها كانت متخيلة أنها يكون هناك رأي غير متوافق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكان من ضمن كلامه أن أمريكا لن تقف مكتوفة الأيدي ولكن الاتحاد أو حلف الناتو سيقدم لمساعداته ولكن لا يتدخل عسكريا هل نحن الآن على أبواب حرب عالمية ثالثة؟ ده الجزء الأول من السؤال جزء الثاني من السؤال مع ارتفاع أصوات فرنسا بالأسلاح النووية روسيا تجاهز نفسها هل تكون الحرب برضو نووية؟ لا أعتقد بداية أننا نسير باتجاه الحرب العالمية الثالثة أو حتى باتجاه حرب نووية شاملة ما بين الدول الأوروبية من جهة وغلولات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى أو حتى بلدان أخرى حليفة لروسيا كالصين وغيرها من البلدان لأن خطاب جو بايدن في الأمس يعني خطاب يشي بالكثير من العبارات التي يعني تتجه أكثر نحو التلويح بالعقوبات ضد روسيا وكذلك أيضا أن نأي بالنفس عن التدخل المباشر في الحرب الدائرة في أوكرانيا بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد أن تزج بقواتها أو أن تدعم أوكرانيا كقوة عسكرية على الأرض بقدر ما تريد أن تقدم لها الدعم اللوجيستي بمعنى الأسلحة وكذلك أيضا المعدات التي يحتاجها الأوكرانيون سواء كانوا من الجيش قوات الجيش أو حتى من القوات الأهلية المدنية التي تشكلت خلال دخول القوات الروسية إلى شرق أوكرانيا تحديدا في مدينة خاركيف اليوم الأوكرانيون يعتمدون بشكل كبير على المخزون الاستراتيجي من الأسلحة التي تقدمها البلدان الأوروبية التي أعلنت عن رغبتها الصريحة منذ اليوم الأول للاشتياح الروسي لأوكرانيا بتقديم الدعم العسكري للجيش الأوكراني نفس الأمر اليوم الولايات التحدة الأمريكية تتبعه ربما بوتيرة أعلى بقليل من بقية البلدان الأوروبية ولا ننسى أن الولايات التحدة الأمريكية هي الدولة المؤثرة أو الأكثر تأثيرا في حلف الناتو يعني هي من الدول المؤسسة لهذا الحلف فمن الطبيعي جدا أن تلوح بهذه العقوبات وأيضا بأن تضع الخطوط العريضة لاستراتيجية الدعم الغربي لأوكرانيا لذلك كله الولايات التحدة الأمريكية ليست في وارد الاستعداد للانخراط بحرب مباشرة مع روسيا ربما هناك حرب غير مباشرة وهذا ما نراه اليوم على الأرض في أوكرانيا هذه الحرب غير المباشرة لا تضعنا أمام احتمالات مؤكدة أننا سنكون على أبواب حرب عالمية ثالثة ربما نكون أمام حرب باردة وهذا الأمر بات واضحا وجليا من خلال انعكاس ما يجري اليوم في أوكرانيا على اقتصاديات العديد من الدول وعلى رأسها الاقتصاد الروسي ولكن هناك ارتفاع الأصوات بالمساعدات العسكرية والكثير من المحللين محدش قادر يفهم إزاي هتوصل المساعدات العسكرية دي يعني هناك المجال الجوي مسيطر عليه الجيش الروسي بالكامل يمكن كانوا بيصرحوا أن هناك بعض الطائرات سوف يتم إرسالها للقوات الأوكرانية أو للجيش الأوكراني لكن كان هناك علامة استفهام هتوصل الطائرات دي إزاي يعني لو اشتركت بولندا دخلت في الخط يعني هما كانوا هناك تساؤلات هل هتقوم القوات البولندية أو طيارين البولندين بتوصيل هذه الطائرات إلى هناك هل هيقدم الطيارين الأوكرانيين والطيارات دي هكون مكان إقلاعها فين هل ده مش فيه احتمالات لو كان هناك تدخل من أحد دول الاتحاد أو دول حلف الناتو ده بيدفع روسيا الاشتباك مع هذه الدول وبالتالي هناك احتمالات لحرب العالمية الثالثة إذا وصل الأمر بتوصيل هذه الأسلاحة العسكرية بهذه الطريقة عن طريق أحد دول الناتو ولا برأي حضرتك تحليلك إيه؟ أنا أعتقد أن هناك بدائل عديدة لبلدان الناتو لإيصال المساعدات العسكرية لأوكرانيا ومن ضمن هذه البدائل الجوار البولندي اليوم بولندا هي المعبر الأساسي الذي تعتمد عليه بلدان حلف الناتو وبعض البلدان الأوروبية في إيصال المساعدات العسكرية للجيش الأوكراني هناك معابر برية عديدة هناك حدود طويلة ما بين بولندا وأوكرانيا وهذه الحدود تقع في الجزء الغربي من الأراضي الأوكرانية بمعنى هذا الجزء حتى اليوم لم تصل إليه النيران الروسية وهذا الجزء أيضا أكثر قربا من الاتحاد الأوروبي بمعنى أنه الجزء الأكثر أمنا واستقرارا مقارنة بقية الأجزاء الأوكرانية كالجزء الشرقي الذي من قبل حتى أن يعلن بوتين أطلاق الرصاصة الأولى على أوكرانيا كان الانفصاليون قد أعلنوا رغبتهم بالاستقلال عن أوكرانيا بمعنى أنه جزء غير آمن ولا تستطيع أي طائرة أن تحلق هذا أمر حقيقي وواقعي فوق الأراضي الأوكرانية القائمة في الجزء الشرقي ولكن ده يدفع روسيا لتوسيع الهجمات العسكرية وبالتالي يدفعها للاشتباك مع بولندا وبولندا عضو في حلف الناتو فتا يدفعنا إلى دفاع حلف الناتو موجب العقد الحلف نفسه مع دول روسيا أنا أعتقد أن روسيا الآن حذرة جدا من الاشتباك المباشر أو حتى غير المباشر مع بلدان حلف الناتو وعلى رأسها بولندا رغم أن ما بين بولندا وروسيا يعني ما صنع الحداد ما قبل حتى الحرب العالمية الأولى منذ أيام الحكم القيصري لم تكن العلاقات ودية مطلقا ما بين روسيا وبولندا هناك تراكم تاريخي وبنفس الوقت اليوم روسيا تراقب عن كثب وبعين يعني واسعة ما تقدمه بولندا لأوكرانيا من دعم وإسناد عسكري من خلال اللوجستيات التي تصل إلى الجيش الأوكراني لكن هذا الدعم الغربي الذي يقوم به حلف الناتو لأوكرانيا اليوم هو الذي يطيل أبد الحرب وهو الذي يعرقل ويؤخر الحسم الروسي وبنفس الوقت يضع العصي في خرائط الاستراتيجيات التي وضعها مستشارو بوتين لأن بوتين نفسه كان يعتقد أن الحرب لم تطول كثيرا وأن جهوزية الجيش الأوكراني ليست كما يجب أمام جهوزية الجيش الروسي يعني هناك تغير حقيقي في الحسابات ولكن جوابا على سؤالك وربما على أسئلة بعض المشاهدين هل سنكون أمام حرب عالمية ثالثة أو أمام أعتاب صراع نووي قلت قبل قليل أنني لا أعتقد ولكن إذا ما أقدمت روسيا على توسيع نطاق الحرب ما بعد سيطرتها على كييف إن نجحت في يعني كسر الطوق الحديدي الذي اليوم يحيط به الجيش الأوكراني مدينة كييف بشكل كامل وإذا ما فشلت يعني الدفاعات الجوية الأوكرانية في وقف تقدم القوات الروسية والغارات الجوية الروسية وإذا ما وسعت روسيا هجومها على بلدان أخرى غير أوكرانيا من ضمن هذه البلدان بولندا أو بلدان أخرى جزء أساسي من حلف الناتو ربما نكون هنا أمام اشتباكات مباشرة تتعدى حدود أوكرانيا وبالتالي هنا تتغير كل الحسابات وهنا تتكشف أيضا خطط واستراتيجيات بوتين التي أعدها ما قبل بدء عملية أوكرانيا يعني في اعتقادك بوتين أخطأ حساباته ما كانش متوقع الرد الفعل الغربي بالصورة اللي موجودة عليه الآن شوف الصديقي العزيز أستاذ ممدوح بوتين اتبع تكتيك يعني ظن أنه تكتيك غاية في الذكاء هذا التكتيك اعتمد على آلية تسبب بارتخاء كامل للجيش الأوكراني ما قبل بدء ساعة الصفر إذا ما تذكر عندما زار المستشار الألماني أولاف شولتس موسكو والتقى بي بوتين من يومها هناك أصبحت حالة من الارتياح سادت حالة من الارتياح معظم البلدان الأوروبية أن الحرب يعني قد طويت صفحتها وأن الروس قد تعهدوا للألمان أنهم سوف لن يذهبوا باتجاه حرب ضد أوكرانيا وكان شولتس إلى حد ما قد أخذ بعض التعهدات من بوتين يومها حدث يعني تنفس للكثير من يعني تنفست البلدان الأوروبية الصعداء وبالتالي هنا كانت مناورة هذه هي المناورة التي اتبعها بوتين حقيقة أنه أعطى انطباع وأوحى للأوكرانيين أنه سوف لن يهاجمهم وسوف لن يذهب باتجاه إعلان الانفصال أو دعم الانفصاليين في الأقاليم الشرقية لأوكرانيا لكن ما جرى بعد ذلك بثلاثة أيام أعلن بوتين مباشرة الخطوة الأولى وهي الانفصال دعم استقلال الأقاليم الشرقية والخطوة الثانية مهاجمة أوكرانيا بمعنى أنه كان يسير وفق خطة هذه الخطة كانت يعني تمارس الكثير من الخداع العسكري والتكتيكي للأوروبيين وبنفس الوقت للأوكرانيين أستاذ ثائر أنا بتكلم على رد الفعل رد فعل دول الاتحاد الأوروبي هل أخطأ يعني بوتين كان متوقع أنه يكون رد فعل الاتحاد الأوروبي بيش بالصورة الشرسة دي اللي هو موجود فيها حاليا الآن يعني أخطأ التقدير بالواقع بوتين اعتمد على رأي المستشارين العسكريين الروس وأيضا على رأي الخبراء الأمنيين الروس الذين وضعوا له الصورة الكاملة لأوكرانيا ولقدرات والاستعدادات الجيش الأوكراني وبالتالي بوتين لا شك أنه يعني فهم الوضع بأوكرانيا بصورة مغيرة تماما واعتمد استراتيجية وتكتيك المناورة والخداع الذي اتبعه بعد زيارة شولتس إلى موسكو ثم بعد ذلك بدأت الحرب بحيث أنه يعني يوهم ويخدع الأوكرانيين بأنه لن يهاجمهم وبالتالي يتسبب بحالة من الارتخاء لدى الجيش الأوكراني ثم يبدأ في الهجوم المباشر أو الهجوم الكاسح الهجوم الروسي الكاسح باتجاه أوكرانيا لم يحقق أهدافه ضمن المدى الزمني الذي وضعته هيئة أركان الحرب الروسية بحسب تقديرات المستشارين العسكريين الغربيين الذين كانوا أيضا يحللون ويترقبون عن كثب ما الذي سوف تؤدي إليه نتائج الحملة الروسية على أوكرانيا يعني هناك أخطاء في التوقعات العسكرية والتوقعات الاقتصادية أعتقد أن بوتين ما كانش متوقع أنها تكون العقوبات الاقتصادية بهذا الحجم لما هناك تداخل في العلاقات الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي وروسيا وكمان الحرب العسكرية أعتقد أنه كان متوقع أن الموضوع هيخلص مدري في ساعات ربما أو في بضعة أيام هو لم يتحسب حقيقة للرأي العام الشعبي في أوكرانيا للرفض الشعبي للاجتياح الروسي لأوكرانيا لحالة المقاومة الأهلية والشعبية التي انخرط فيها الأوكرانيون للالتفاف الشعب الأوكراني لقيادتهم السياسية بوتين حقيقة كان يراهن على انشقاقات في الجيش الأوكراني كان يراهن على أيضا تمرد من الأجهزة الأمنية الأوكرانية على الرئيس الأوكراني زيلينسكي وكذلك أيضا انشقاقات ضمن صفوف القيادة السياسية الأوكرانية أو حتى ربما كان يراهن على انقلاب عسكري كانت هذه إحدى الاحتمالات والخيارات التي كان يتبعها التي وضعها إلى جانب خطة الاجتياح العسكري طب ده بيقضنا لسؤال تاني طب دلوقتي الكلام كله كان الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي لكن حاليا الموجود في نيران الحرب هي أوكرانيا وجيت نظر حضرتك إلى أي حد ترى أن أوكرانيا قادرة على الاستمرار بهذه الحرب الأوكرانيون اليوم ليس أمامهم أي خيار آخر سوى الاستمرار في المقاومة مفهوم المقاومة عند الشعب الأوكراني اليوم هي هو صد أي اجتياح روسي وهذا ما تبلور اليوم من خلال المواقف التي أعلن عنها الضباط والقادة العسكريون الأوكرانيون خلال الأيام الماضية وكذلك أيضا تصريحات الرئيس الأوكراني زيلينيسكي نفسه كل يوم لديه خطاب عسكري لم يعد لديه خطاب سياسي وهذا يعني يضعنا أمام أمد طويل لهذه الحرب بخلاف ما توقعه الروس وبنفس الوقت ربما الروس لم يكن في بالهم الدعم الغربي الذي تم تقديمه لأوكرانيا حتى الآن كانوا يعتقدون أن الدعم قد يكون إعلاميا أو قد يكون حتى يعني يعتمد على بعض المساعدات اللوجستية البسيطة كتأمين ممرات للاجئين أو إيواء بعض المتضررين من الحرب وكذلك أيضا ربما تقديم بعض المساعدات العسكرية البسيطة وليست بذات الثقل الذي رأيناه اليوم الذي نراه اليوم حقيقة من خلال انخراط بعض البلدان الغربية مثل ألمانيا وكذلك أيضا بلدان أخرى وإغلاقهم للمجال الجوي بوجه حركة الملاحة الجوية الروسية عقوبات ثقيلة فرضت على روسيا هذه العقوبات لا شك أن الروس لم يتوقعوها مطلقا وأن الروس اليوم أمام خيارات شبه مستحيلة حتى ينقذوا ماء وجههم حتى الروس إذا ما دخلوا إلى كييف وأعلنوا عن سيطرتهم على مدينة كييف فأن ذلك لم يكن قد مر دون أثمان باهضة تسبب بها الروس ودفعوا ثمنها غاليا في العتاد الحربي أو حتى في الأرواح وكذلك أيضا في الاقتصاد نعم هناك تصعيد في اللغة السياسية أو الخطاب السياسي على مستوى الدول العالم هناك مواجهات عسكرية ولكن برضو هل تتوقع أن يكون هناك مع برضو الأقوبات الإقتصادية اللي وصفت بالتاريخية يمكن حتى زي ما ذكرنا في الأخبار أقوبات الإقتصادية لم تحدث من زمن طويل يعني بالصورة دي هل هيكون هناك تراجع من الجانب الروسي أو تراجع من الجانب الغربي في الأيام القادمة كان هناك فيه مفاوضات المفاوضات الأولى بقت بالفشل النهاردة بيلياروسيا بتدعو إلى مفاوضات مرة أخرى بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني هل تتوقع أن يكون هناك انفراجة على المستوى السياسي أو على طولة المفاوضات زي ما بقولوا أم أن هناك تصعيد مستمر للحرب على أوكرانيا أعتقد هذا يعتمد على مدى تفهم الطرفين لعمق الأزمة القائمة اليوم في أوكرانيا سواء من الطرف الروسي أو الطرف الأوكراني الطرف الروسي يحتاج إلى ضمانات أمنية من الطرف الأوكراني والطرف الأوكراني يحتاج أيضا إلى وقف روسي فوري وشامل لهذا الاجتياح وبنفس الوقت رفع يد روسيا عن الانفصاليين في المناطق الشرقية من أوكرانيا بمعنى لبي لي رغباتي ولبي لك رغباتك والأوروبيون اليوم ليس لهم أي دور حقيقة في قيادة أي مفاوضات قادمة على الطريق بين أوكرانيا وروسيا ما لم يضغط الأوروبيين حقيقة يضغط الأوروبيون أكثر على الروس من خلال العقوبات الاقتصادية ما لم يشعر الروس حقيقة بحجم الكارثة الاقتصادية وأيضا بحجم الكارثة العسكرية حتى يشعر الروس بحجم الكارثة العسكرية هذا يعتمد على مدى قوة وصلابة الموقف الأوكراني سياسيا وعسكريا يعني السلام لا يتحقق حقيقة بين الأطراف المتصارعة بحسب التعريف العلمي للسلام دون أن يكون هناك كسر لإرادة طرف على حساب طرف آخر بتتوقع ممكن يكون في عقوبات اقتصادية تانية يعني يمكن بنشوف النشرات عبر التلفزيون النمساوي وعبر وكالات الأنباء أن هناك لحد ما هناك برضو مخاوف روسية الناس بدأت تسحب الفلوس مع تعطيل النظام البنكي والمعاملات المادية برأيك ممكن يكون حجم العقوبات الاقتصادية اللي ممكن توقعها دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا تاني على روسيا أكثر مما هو عليه الآن يعني اليوم روسيا حقيقة لا تواجه فقط عقوبات اقتصادية حتى لا يبقى الموضوع في هذا الإطار وحسب اليوم روسيا تواجه عزلة دولية حقيقة وهذا هو الأصعب هذه العزلة لا يشعر بها القادة السياسيون والعسكريون في روسيا وحتى القادة الأمنيون بل يشعر بها المواطن الروسي المواطن الروسي اليوم عندما يجد أن العالم كله قد أغلق أبوابه في وجه هذا المواطن الروسي سيتساءل المواطن ما الذي جرى لنا وما الذي اقترفته القيادة السياسية الروسية باتجاه مصالح البلد وهنا بالتالي تبدأ الكارثة الحقيقية العقوبات الاقتصادية تعزز من هذه العزلة وبنفس الوقت تدفع إليها باتجاه أكبر لذلك كله اليوم روسيا أمام يعني مفترق طرق حقيقة عقوبات اقتصادية من جهة وكذلك أيضا عزلة دولية عزلة دولية يعني من أبسط وسائلها اليوم أصبحت روسيا محرومة من المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم يعني هذا يعني أبسط القرارات التي تم اتخاذها خلال الأيام الماضية كذلك أيضا العقوبات الاقتصادية إذا ما يعني أوقف الأوروبيون والحقيقة في كل المجالات اقتصاديا فنيا على مستوى الاجتماعي نعم مقاطعات أصبحت هناك مقاطعة شاملة للروس على كل المستويات وهذا طبعا يزيد من حجم الشقة ما بين المواطن الروسي وما بين قيادته السياسية وهذا يشكل عامل ضغط حقيقة على بوتين شخصيا بتتوقع أن يكون هناك حراك في الشرع الروسي في الأيام القادمة وهو ده ما تسع إليه الولايات المتحدة والإتحاد الأوروب أن يكون هناك حراك في الشارع الروسي أو صخط من الشارع من الشعب الروسي ويكون هناك يعني ما يشبه ثورة على بوتين تتوقع أنه ممكن يحدث؟ يعني ربما لا تكون ثورة بمعنى الانتفاضة الشعبية الشاملة على بوتين ولكن ستكون هناك يعني نقمة شعبية لنقول إن طال الأمر أكثر من ذلك إن التسعت رقعة العقوبات وإن زادت أيام العزلة الشاملة على روسيا سيكون هناك نعم سيكون هناك تذمر شعبي ستكون هناك نقمة على القيادة الروسية وأيضا نحن لا ننسى أن الروس يعني صبرهم نافد والشعب الروسي لا يملك خيارات المناورة كثيرا فإن طال الأمد به ستجد أن المواطن الروسي نزل إلى الشارع ويعني ارتكب واقترف ما لا يتسع به العقل لأنه طبعا لا يتعلق بالحياة اليومية الحياة اليومية يعني أنت تعلم المافيات عندما اشتغلت في روسيا خلال العقود الثلاثة الماضية فتكت بالحياة اليومية في روسيا وأصبحت كلمتها هي الكلمة العليا يعني الكلمة المسموعة فهذا ربما يعيدنا إلى تلك الأيام التي عاشتها روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أي روسيا التسعينيات يعني احنا كنا لسه خارجين من كورونا ولسه كنا نحتفل يوم خمسة مارس بالانفتاح أو يوم الحرية كما يقال عليه وجاتنا الحرب الأوكرانية طبعا احنا كنا نتكلم عن الجزء الخاص بالأقوبات الاقتصادية وتأثيرها على روسيا خلينا دلوقتي نتكلم عن تأثير العقوبات الاقتصادية اللي بيفرضها الاتحاد الأوروبي وأمريكا على روسيا وتأثيرها في الاتحاد الأوروبي نفسه النهاردة زي ما شفنا في الأخبار النهاردة مثلا ارتفاع مستوى التدخل لمستويات قياسية لم تحدث منذ 1984 ارتفاع أسعار الطاقة اغلاق مصنع سيارات البي ام في ده تأثيره بي ام في ده يعتبر الفشتايا مارك ده جزء المصنع الأم في ألمانيا يعني التأثير الاقتصادي على النمسا وألبانيا النهاردة برضو كان فيه لجوء ألمانيا إلى الاحتياط من الطاقة والاحتياط البترولي الموجود عندها عشان تقدر تأثر بصورة إيجابية على سوق الطاقة يعني وصل لتر الديزل في ألمانيا أكثر من 2 يورو الكلام ده كان مبارع جمعية الحماية المدنية بتنصح بتخزين بعض المواد الغزائية لما نيجي ننظر إلى تأثير هذه الأزمات على الجانب الأوروبي فين تأثير العقوبات الاقتصادية على الجانب الأمريكي احنا اللي عايشين هنا في أوروبا والمخاوفة ده تأثيره شايف من وجهة نظرك أن هناك خطأ من الاتحاد الأوروبي وأكرر أكرر يعني وجهة نظري هل هناك خطأ من الاتحاد الأوروبي أن ينزلق في مثل هذه مع تقديم أوكرانيا على طبق من دهب لروسيا هل كان هناك صواب في مواقف الاتحاد الأوروبي بتأثير هذه العقوبات الاقتصادية يعني الأوروبيون اعتادوا على مثل هكذا أزمات اقتصادية حقيقة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ولديهم بالتالي خبرة وتعامل طويل في إدارة الأزمات أزمات ما بعد الحرب أو حتى أزمات الحرب نفسها لذلك كله يعني كان هناك توقع حقيقة لدى القادة الأوروبيون أن الأزمة الاقتصادية يعني ستضرب أبواب الاتحاد الأوروبي إن غزت روسيا أوكرانيا وهذا ما حدث فعلا ولكن هذه الدول حقيقة تمتلك خيارات واسعة للتعامل مع هذه الأزمات بمعنى أنها ليست دول هشة أو دول كرتونية بالتالي أي أزمة اقتصادية تعصف بهذا البلد أو ذاك ولا تبقى عليه ولا تذر إنما هناك يعني وقائع هناك أيضا خيارات بدائل وكذلك بالتالي هناك وهذا ما يدفع حقيقة بلدان الاتحاد الأوروبي التي تأثرت في الواقع بشكل مباشر من أزمة التدخل الروسي في أوكرانيا أنا شايف أن النمسو ألمانيا أكثر دولتين متأثرين بشكل مباشر نعم نعم أكثر ربما من البلدان الأخرى المجاورة الأوكرانيا مثل السلوفاكيا التي ترتبط بحدود مثل البولندا وكذلك أيضا مثل دول البلطيق التي ليست قريبة جدا على أوكرانيا تماما أو حتى مثل رومانيا يعني التي هي دولة من دول التحادل لكن ليست متأثرة كما هي لأن الدول يعني الصناعية الكبرى مثل ألمانيا ومثل ومثل النمسا يعني هذه دول حقيقة اقتصادها يرتبط بشكل مباشر بحالة الهدوء والاستقرار والأمن إذن عدمت هذه العوامل الثلاث أو تأثرت أو تزعزعت بالتالي تتأثر الصناعات يتأثر الاقتصاد يتأثر النمو لذلك كله وجدنا أن يعني سقف القلق ارتفع كثيرا في النمسا كذلك أيضا في ألمانيا غرفة الصناعة يوم الأحد في برنامج بيقول أن الطاقة أو مصار الطاقة أو الغاز بمعنى أصح لاحتياط الغاز الموجود في النمسا يكفي لمدة خمس أسابيع معنى توقف الصناعة يعني توقف الحياة تماما يعني هناك دول حقيقة في الاتحاد الأوروبي دول صناعية أعني تعتمد على الطاقة في نصف احتياجاتها الصناعية وهناك دول تعتمد على الطاقة بشكل كلي يعني بمعنى إذا ما قطع الغاز أو إذا ما توقفت امدادات الطاقة انهار كل شيء أو بمعنى دخل الوضع يعني غرفة الإنعاش بمعنى أدق النمسا ليست من الدول التي تعتمد على الطاقة بشكل كلي وشامل ولا حتى ألمانيا تعتمد على الطاقة يعني بنسب معينة ولديها بدائل لديها خيارات وأيضا لديها يعني خطط أخرى ربما يعني تستفيد منها لتعويض هذا النقص الحاد إذا ما جرى خلال الأيام والأسابيع القادمة إذا ما طال أمد الحرب يعني كل ما طال أمد الحرب الروسية على أوكرانيا لا شك أن ذلك سيسبب في اتساع رقعة الأزمة الاقتصادية بالبلدان الأوروبية حتى لو كانت هذه البلدان تضع خطط بدائل تعتمد استراتيجيات وأنا هنا دول كبرى ودول مسؤولة عن قيادة شعبها ونفسها كألمانيا والنمسا ولديها خبرات طويلة اكتسبتها من الحروب اكتسبتها أيضا من الأزمات إن طال أمد الحرب الروسية على أوكرانيا سيتسبب ذلك لا شك أنه سيتسبب في يعني ضعف في الميزان التجاري وكذلك أيضا ضعف في الصناعات وأيضا التأثير على الصادرات والواردات لهذه البلدان خاصة وأنها قد خرجت للتو من أزمة الكورونا لتدخل في أزمة أخرى يعني هذا كله يزيد حقيقة في العجز في الميزان التجاري لا شك بذلك لا والتأثيرات الاقتصادية على المواطن نفسه يعني من هو المتحمل أو اللي بيدفع فطورة كل ده يعني اللي بيدفع فطورة هو المواطن العادي هو اللي بيشتري البنزين أو يستعمل الديزل أو البنزين أو مشتقات الطاقة عمتا هو فيه هناك محطات كهرباء تدار كلها أو بيتم تشغيلها عن طريق الغاز ضعف كمية الغاز وإحنا بنعتمد وأوروبا بتعتمد عليه بشكل كبير من من روسيا طبعا ده يسبب يعني عملية بلبلة في الشارع الأوروبي ككل يعني ألمانيا النمسا يمكن دول أكتر دولتين متأثرين بموضوع أو الاعتماد على الطاقة يعني أنا كنت أتمنى بغض النظر عن أننا نرفض الحرب أو اعتداء أي دولة على دولة أخرى ولكن يجب على الاتحاد الأوروبي أن يطيل من فترة المفاوضات حتى لا نقع في مثل هذه العقوبات اللي بتعود بالتأثير السلبي على الاتحاد الأوروبي في نهاية اللقاء بتقدم بالشكر إلى الإعلامي ترجمة نانسي قنقر